مساء الخيرة عليك خالد اتفضل ماذا لديك من اخبار بين كابتن حسام وبين الصحفيين في بعض الاسئلة وكمان محمود حسن تريزجيلي كان حريص على ان هو دايما في كلامه يتكلم على ان التعليمات والخطة اللي وضعها كابتن حسام حسان ليهم كانت خطة خلاص تعلموها حفظوها برغم من الوقت القليل في المران او الفترة السابقة من المعسكر ولكن هناك حالة من التركيز الكبير جدا داخل المنتخب الوطني المصري كمان في المران وجود واحد زي نجمع علامي محمد صلاح محمود تريزجيلي محمد النني وغيره من النجوم في المنتخب الوطني المصري عاملين ثقل للمنتخب يمكن شوفنا الكلام ده محمد صلاح في مدعباته مع بعض اللاعبين يعني في المران والروح اللي كانت موجود داخل المران هناك حالة من التركيز وحالة من الثقة الكبيرة جدا من اللاعبين منتخبنا الوطني المصري اده الواحد تفاعل واده الواحد امل كبير جدا ان ان شاء الله تكون مباراة بكرة تكون مباراة جيدة وقدر منتخب المصري ان هو يفوز في مباراة الغد خاصة المباراة بالتأكيد تكون على استاذ القهارة الدولي وسط جمهور المصري يكون حاضر كمان يمكن فيه تصرحات ركابة حسام حسن اللي كان كل تكلم عليها بعد المؤتمر الصحفي وبالتحديد من الصحفين على تعليقه على عدم وجود عبد المنعم وامام عشور اتنين من نجوم المنتخب الوطن المصري بالتأكيد ولكن اتكلم على عبد المنعم كان عنده رغبة في ان هو يكون موجود مع نادي نيس في الفترة لاته ان هو يستعد بدناهم بصورة مميزة لكن هو اتكلم وقال انا محتاج حد يكون جايب قلبه وجايب طاقة كاملة للمنتخب الوطن المصري هو يعني يقدر ان عبد المنعم عايز يكون متواجد مع فري والجديد بالتأكيد وان هو بيديره كل الدعم وثقه وان هو منتظر عبد المنعم يكون متواجد فيها الفترات القادمة على المنتخب المصري هو ايضا نتكلم على عدم موجود امام عشور اتنين هو شعر ببعض الالام في بداية الموران هو بيكون حريص تماما على كل لعب داخل المنتخب ان يكون فصحة جيدة وفي حال وجود اي اصابة حتى الاصابة خفيفة بيحافظ على اللعبين بينهم يكونوا مش متواجدين فيها المنتخب ولكن الفترة جاءة كده تكون بتضم العديد من النجوم وزي ما اتكلم قال ان هو بيعد اي فيها المنتخب المصري فيها الفترة القادمة كمان كاف فيردي يمكن يعني باتيستا والمدير الفني لكاف فيردي بوبيستا طبعا واحد من المدير الفنيين المميزين جدا اللي ظهروا بصورة كبيرة جدا مع كاف فيردي ويمكن كان دا من بيتعود على المران مع المنتخب ان هو يجري مع اللعبين ويكون فيه روح جايدة بينه بين اللعبين منتخب قوي منتخب عنده امكانيات كويسة جدا وعنده عدد من اللعبين المميزين وطبعا نتكلم على اهمية هذه المباراة كمان عارف ان هتكون مباراة صعبة في است ومع المنتخب المصري اللي يعني بيكمنه له كل احترام واللي التكلم على ان هناك فيه اختلاف بين منتخب مصر فيها البطولة الافريقية وبين منتخب مصر فيها التوقيت الحالي وهناك يعني احترام كبير جدا لقى المنتخب الوطن المصري في مباراة غد ولكن طبعا نتمنى كل التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطن المصري في مباراة الغد ان شاء الله خير يعني من استاذ الكوارئ الدولي واجواء وكواليس قبل مباراة مصر امام ماكافردي والآن عودة مرحل السيدة فضل فا